أسبوعان من الغارات المتواصلة من قبل قوات النظام وحليفتها روسيا على إدلب ومحيطها ودائرة القصف تتوسع يوما بعد آخر لتحصل المزيد من الأرواح معظمهم نساء وأطفال ولتكفع بالمدنيين النزوح شمالا باتجاه مناطق أكثر أمنا مناطق خفض التصعيد بحسب المرصد السوري تعرضت في الساعات الأخيرة لأكثر من عشرين غارة روسية خاصة على بلدة الهبيط أدت إلى تدمير كبير في الممتلكات فيما ألقت طائرات النظام العديد من البرامير المتفجرة على أرياف حماوة لذقية وإدلب تسببت بسقوط عدد من المدنيين القصف الجوي هذا تزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل معارضة في محور سهل الغاب في ريف حما الشمالي الغربي وبحسب المرصد السوري فقد وثق منذ بدء الاتفاق الروسي التركي مصرع أكثر من ألف شخص في مناطق خفض التصعيد هذه الحملة الممنهجة من قبل النظام وروسيا على إدلب دفعت مئات الألاف للنزوح والاتجاه إلى مناطق أكثر أمنا فيما علقت منظمات إغاثية عدة بينها برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة أنشطتها في المناطق التي تشهد تصعيدا توني مزرعاني العربية